لم تكن سنوات الحصار التي سبقت الغزوة الأمريكية للعراق إلا وبالاً على الشعب العراقي بجميع طوائفه عانت منه كافة المحافظات وجاء الغزو بعده بهدف واضح عنوانه تدمير الدولة العراقية وتأسيس نظام حكم جديد بني أساساً على أركان طائفية ذات لون واحد واعتمد ساسة ما بعد 2003 في حكمهم الجديد على الاستثمار بمظلومية طائفية مختلقة لشريحة من الشعب العراقية ساعدهم على ذلك التوجه الأمريكي في إثارة الفوضى وبث النعرات الطائفية ووجدت إيران في المشهد العراقي الجديد فرصة مناسبة للتمدد في العراق والسيطرة على مقدراته من خلال الترويج لتلك المظلومية رغم أن إيران ذاتها في حربها مع العراق قتلت آلاف العراقيين وقصفت مدنهم دون تمييز بين طائفة أو أخرى استبدل البعد الوطني السائد في بناء الدولة بنظام المحاصصات الطائفية فاستغلت أذرع إيران العسكرية الفوضى الأمنية من أجل التلاعب بالنسب السكانية عن طريق القتل والتهجير والاعتقالات إلى أن تمكنت من تعميق مفهوم المحاصصة في العراق ولكن على أساس أن تكون المؤسسات السيادية والضاربة في الحكومة ذات لون طائفي واحد مستأثر بالسلطة بعد مرور عقد ونصف على الغزو الأمريكي جنى العراقيون ثمارا مرة من مشروع الحكم الطائفي محافظات الجنوب قبل الوسط والغرب بنية تحتية متردية وفقر سكاني وخدمات مهملة أوبئة وأمراض وتلوث قمع واعتقالات تطال كل مطالب بحقوقه تظاهرات شعبية غاضبة كان أوجو اشتعالها في محافظات الجنوب وكانت دليلا حيا على أن المظلومية الطائفية المختلقة كانت مجرد سلم صنعه الفاسدون وصعدوا من خلاله إلى السلطة